مرحبا بكم مجددا نقوم بمواصلة عملية اليو بي بهذا الجزء الثاني من الدرس ترجمة نانسي قنقر بنفس الطريقة أقوم بإضافة تقسيم هنا وتحريكي حتى الحفة قليلا الآن أعود هنا وأقوم بتصحيح هذا الجزء أيضا تصحيح موضوع هذا الجزء نضغط L ونقوم بصحبه ووضعه هنا ووضعه فوق قشرة البرتقال في هذه الطريقة نقوم بوضعه تماما فوق قشرة البرتقال أقوم بإلغاء تفعيل عملية أو أداة لأنها تسحب باقي النقاط من الآي لنز الأخرى R وأقوم بوضعها تماما فوق قشرة البرتقال فكما نلاحظ الآن هذا الجزء أخذ لون قشرة البرتقال والجزئين الداخليين أخذ لون القشرة البرتقال الداخلي بقي هذا الجزء الصغير هنا هذا هنا L سنقوم بوضعه تماما هنا نقوم بتكبيره ووضعه هنا بهذه الكيفية كما تشاهدون الآن تم تغليف الجسم الثلاثي لأبعاد تماما بهذه الصورة من خلال عملية UV Editing قمنا بفتح الأجزاء الثلاث قمنا بفتح الأجزاء الثلاث وجه بوجه ووضعها تماما فوق الجزء المناسب لها من صورة Texture الآن نعود إلى Shading ونقوم بتصحيح أو إعطاء خامة البرتقال الحقيقية لأنه الآن هي مجرد صورة Flat أولا نقوم بوضعها في مكانها المراد فهي كبيرة نقوم بتصغيرها قليلا بهذا الشكل ونقوم بوضعها تماما في هذا الجزء من الكأس فوق كيف من الكأس تكون داخلة قليلا هي المفروض يكون في تقطيع هنا لكن لا بأس سنقوم فقط بوضعها بهذه الكيفية ربما تدخل قليلا إلى الداخل وتدور بهذه الكيفية الآن كما قلت سنقوم بالعمل على خامة البرتقال فنقوم بعزلها بهذه الكيفية وحتى نركز عليها الآن سأقوم بإضافة بعض السابسيرفس برتقالي كما أضفنا للعصير بهذا الشكل لأنه سيكون هناك بعض السابسيرفس هنا تكون نافذة قليلا للضوء بهذه الكيفية أقوم بتخفيض الروفنس لأنه هذا الجزء الداخلي لماع بشكل كبير بهذا الشكل الآن أيضا سأقوم بدعونا نقوم بإلغاء هذه ونقوم بإختيار مثلا هذه الإضاءة إضاءة الغرفة حتى نقوم بإختيار هذه وألغو سين لايت وسين وورد حتى نشاهد الماتيريال بشكل جميل الآن سأقوم بإعطائه بعض النوتوات لأن هذا الجزء يبدو مسطح كثيرا كما تشاهدون سأقوم بإعطائه بعض النوتوات كيف ذلك نقوم بإضافة كما أضفنا في خامة الجليد أقوم بأخذ منفذ الكولر ونضعه مع منفذ الهاي ثم نأخذ منفذ النورمل ونضعه مع منفذ النورمل فكما تشاهدون الآن أصبحت لدينا هذه التفاصيل الجميلة التي أعطتنا بعض نزيل من الواقعية في الماتيريال الداخلي للبرتقال لكنها قوية جدا فنقوم بتخفيضها قليلا بهذا الشكل كما نقوم بتحويل هذه إلى برتقالي قليلا بهذه الكيفية أربما الروفنس نقوم بتخفيض الروفنس قليلا فكما تشاهدون الآن هي تبدو جيدة لكن أظن أن نقوم بتخفيض قليل للباب بهذه الطريقة الجزء الداخلي يبدو جيد بهذه الكيفية لكن الجزء الخارجي أو جزء قشرة البرتقال يحتاج ماتيريال منفصل فلتحديد لإعطاء ماتيريال منفصل لنفس الجسم نذهب هنا ونضغط plus فنعطيه ماتيريال جديد ونقوم بتسميته ونضغط new أولا ونقوم بتسميته مثلا orange Orange Skin مثلا فهو الآن قمنا بخلق ماتيريال جديد لكنه لم يأخذ ذلك الجزء لأننا لم نقوم بتحديده فنضغط على المربع نضغط L فيقوم بتحديد هذا الجزء هنا ثم نذهب هنا ونحدد Orange Skin ونضغط Assign أصبح بلون أبيض لماذا؟ لأنه بطبيعة الحال هذا الماتيريال الجديد الذي قمنا بإنشائه به هذا اللون الأبيض فلتصحيح ذلك نقوم بإضافة Image Texture Shift A Texture Image Texture نحطها هنا ونقوم بإضافة نفس الصورة سنجدها هنا في هذه القائمة Creep Art Fruit Image ونقوم بتحديدها ثم نربط Color مع Color فتشاهدون نفس الـ UV لا تضيع لأنه فقط قمنا بإعادة تحميل نفس الصورة وربطها بمنفذ Color فبصراحة سنقوم بتصحيح الـ UV قليلا لأنه هذا الإنيكاس الأبيض هنا غير جيد فربما نقوم ب Select لهذا الجزء من الـ UV ونقله إلى مثلا نقله قليلا هنا لتفادي ذلك اللمعان لنقله ربما هنا في هذه الطريقة يمكن كما قلت لكم مشاهدة تغير نعم الآن هي جيدة نعود إلى الشيديد فكما نشاهد سنقوم بعمل نفس الشيء لهذا الجزء نقوم بإضافة Victor Bump ونضيفه هنا ونربط Color مع High ونربط Normal مع Normal لكنه كما تشاهد الآن أصبحت لدينا هذه النتوءات لكنها قوية جدا فنقوم بتخفيضها بهذا الشكل الآن أصبح لدينا هذه التفاصيل في قشرة البرتقال نقوم أيضا بإضافة Sub-Surface لأن قشرة البرتقال أيضا تسمح قليلا بنفاذ الضوء الآن لدينا هذا الإطعام من البرتقال وهي تبدو بشكل واقعي جيد جدا بهذه الكيفية نعود إلى Layout ونضغط Slash لإعادة جميع عناصر المشهد وكما تشاهدون الآن لدينا نصف قطعة برتقال متموضعة في في الكأس بهذه الطريقة الجميلة ربما تدخل قليلا بهذا الشكل بهذا الشكل الجميل بعونا نشاهدها من خلال عملية الPreview للرندر هي تبدو جميلة الآن سنقوم بعمل بسيط أعلم أن الدرس طويل شوي لكن سنقوم بإضافة بإضافة أمبوبة الشرب أو pipe في الإنجليزية بشكل بسيط لأنه بسيط جدا فلعمل ذلك أتمنى فقط أتمنى أن تكونوا فهمتم الـ UV لأنه معظم المبتدئين وأنا شخصيا عانيت منه في البداية صعب أنك تجد أحد يشرح الـ UV بشكل بسيط إن شاء الله يكون قد وفقت في شرح الـ UV لكم الآن سنقوم بإضافة الأمبوبة عملية نمدجتها بسيطة جدا نقوم بإضافة curve هذه المرة لن نستخدم mesh بل نستخدم curve هذه curve هي نفسها التي يستخدمها برامج مثل illustrator والcorel draw والinscape فنقوم بإضافة busier curve ثم نقوم بتحريكه على ZGZ ونضغط ويفريم لأنه في الوضع الصوليد لا يمكن رؤيته نضغط ويفريم لأنه عبارة عن خط بهذه الطريقة ثم نذهب إلى الأعلى ونقوم بأخذه إلى هذه الزاوية حتى نعمل عليه لتغيير شكل الكورد ندخل أيضا للإديت مود بهذه الطريقة بهذه الطريقة إذا كانت لا تظهر هذه النقاط هنا فهي بسبب هذه الأيقونة هنا فقوموا بتفعيل هذه الأيقونة هذه الأيقونة هدفها هو إخفاء جميع العناصر التي لن تظهر في المشهد فقوموا بتفعيلها وأدخلوا للإديت مود فنلاحظ وجود هذه النقاط في التحكم هي تشبه أداة الـ فسنقوم بعمل شكل الأمور لدينا هذا الخط المستقيم ثم نقوم باستخراجها مثل ما نقوم باستخراج النقاط في الإديت مود للمش بهذه الطريقة ثم نقوم بتدويرها بهذه الطريقة R نفس الاختصارات تعمل هنا فلدينا هذا الشكل GX مثلا نقوم بتطويرها قليلا فهذا هو الشكل الذي سيكون للأنبوبة R G في هذا الشكل ربما هي طويلة قليلا هنا نقوم بتخفيرها وربما هذه يجب أن تكون طويلة قليلا فالآن لدينا هذا الشكل هو عبارة عن خط الآن نذهب إذا قمنا بإضافة الكيرفز تظهر لنا هذه الأيقونة هنا الخاصة بالكيرف فنذهب إلى جيومتري depth ونعطيه depth فتشاهدون إذا ذهبنا إلى solid view هو أصبح عبارة عن أمبوب بهذه الطريقة المسيطة نعطيه depth مثلا 0.07 كبير 0.06 بهذه الطريقة الجميلة الآن أقوم بتكبيره S و R أذهب إلى الآلة R G وأضعه داخل الكأس بهذه الطريقة Wi-Fi G ربما هو طويل ويقوم بتصغيره S بهذه الطريقة الجميلة هو داخل داخل المتعفة نقوم بتحركه بهذه الكيفية جميل الآن هو بشكل جميل جي وي قليلا الآن علينا أن نقوم بإضافة بعض النتوئات هنا فكما تعلمون لهذه الأنابيب تحتوي على النتوئات هنا في الانحناء هذا لعملية الطيات فلعمل ذلك هذا كورد يعني إذا دخلت للإديت مود فلدينا نقاط يعني كيف أقوم بعمل تلك النتوئات علينا بتحويله إلى ماش فنذهب هنا Object Convert to Mesh فالآن أصبح لدينا هذه النقاط هنا أذهب إلى قائمة المودفير وأقوم بإضافة Subdivision Surface Modifier بهذه الطريقة وخلي عندها 2 وأعمل Apply في هذه الطريقة فالآن أصبح لدينا العديد من النقاط فسأقوم بتحديد بعض الحلقات وتكبيرها أضغط Alt فيقوم بتحديد هذه الحلقة دعونا نبدأ من هنا Alt Shift Shift Alt Shift Alt Shift Alt Shift Alt أو عفوا أقوم بتحديد حلقة بحلقة حلقة وأترك حلقة حلقة وأترك حلقة بهذه الطريقة حلقة وأترك حلقة أخوة أنا أضغط على Alt وShift في آن واحد بهذه الطريقة ثم أقوم بتكبيرها S فأختار هنا الأفضل هنا أختار Individual Origin لأنه عندما قمت بتكبيرها كما تلاحظون هناك تشوى فلتصحيح ذلك أختار Individual Origin فيختار كل حلقة على حدة ويقوم بتكبيرها على حدة عفوا هناك تحديد حلقتين متتابعتين سأعيد تحديد حلقة حلقة بهذه الكيفية ثم أقوم بتكبيرها S كما نشاهد بهذه الطريقة ثم أعطيها Subdivision Surface مجددا ثم أعود هنا وأضغط Shift E لجعلها حدة بعض الشيء بهذه الطريقة الآن سأعطيها القليل من السمك مثل ما قمنا بعملها في الدروس الأولاد عندما قمنا بنمدجة الكاتف فنقوم بإعطائها Solidify ويكون سنكو 05 آه عفوا أنا أضفته لكأس نقوم بتحديد الأنبوبة وSolidify وأقوم بتخفيضه 0.05 بهذه الطريقة ونقوم بإعطائه Material بسيط هو Material الأنبوبة ماتيريال بسيط جدا نضغط New فآآ ونقلل آآ نعم نذهب إلى آآ 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 horizon حتى يكون لامعي بهذه الشكل وأنعطيه لون أي لون تشاء فمثلا خلونا نعطيه لون برتقالي هذا الشكل بهذا الشكل وهو سبيكولر يمكننا اللعب على سبيكولر ومشاهدة متحكم في كمية اللماء بهذه الطريقة البسيطة درس اليوم هو طويل قليلا نستحملونا لأنه كمية المعلومات كثيرة شوي لكن تقريبا نحن قمنا بإكمال المشهد ففي الدرس القادم بحول الله ستكون بعض النصائح وبعض الرتوشات الأخيرة في المشهد وكما تشاهدون الآن قمنا بعملية بناء للمشهد بصفة تامة ألقاكم بحول الله في الدرس القادم وبعض الرتوشات الأخيرة والنصائح ونقوم بتصحيح بعض الأشياء التي ربما غفلنا عنها أو ليست مرموطة بشكل تام فألقاكم في الدرس القادم بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته